أخبار اليوم يوم كاملا ، ويحبانهم جدد بان جله البرايق تتيجل الابتواصل bilang نحة هايل، هايل، هايل من أحلى أفلام أشفتها روم وأفلام فيه أفلام حلوة جيدة معاد فارقة أفلام كثيرة من الأفلام اللي مفتوض مشاركة معنا عجبني فيلم التونسي والفيلم المغربي عجبوني جداً ومنافسة جديدة على فكرة مش سهلة خالص وأنا شايفة أنو ياريتس يبقى عندنا كل دورة تبقى كده ويروب أشارك فيها تاني أحب جداً هل أريد أن أتكلم عن عملك تحديداً؟ هذا الفيلم أنا بحبه لأنه فيلم إنساني جداً ومتفائل جداً ومش بس كده هو فيلم مش كئيب بالعكس فيه حاجات متحكة قوي معانه بيكلم عن قصة خائبة جداً بس هي قصة حياة اتنين بني أدمين حد بيبتدي حياته بنت في تاكسي وتتجوز وواحد بينهي حياته أنه بيروح الدكتور علشان يعرف أنه هو كنس عنده كنس الرجل فده بيخلي الواحد يحس أنه ممكن يبقى فيه هوب ممكن يبقى فيه أمل كبير عند الناس كتير لأنه نهايته حلوة ونهايته مؤسرة وأنا بحبيت الفيلم قد كده متوقع إلي الفيلم بتاعي؟ والله أنا متوقع أن يأخذ جائزة بس ما عرفش أنا بالقادمة متفائلة زيادة يعني بس أنا من ناس اللي بتتفائل جداً يعني في حياتي عموماً فلا متوقع أن يأخذ جائزة طبعاً نايد اسمح لي أنت من ناس الفنانات الشابات اللي دايماً بيعملوا على نفسهم وبتكتهد ممكن سافرت بره أخذت كورسات حريصة دايماً أنك بالتواري في نفسك إلى أي مدى شايف أن الفنان لما بيشتغل على نفسه بيفيدوا يعني بيوسع مداركه وثقافاته واختياراته بس أنا أقولك أنا بحيث أن إحنا زي دكاترة أو المهندسين على طول فيه جديد على طول عندنا بتتعلمي حاجات جديدة على طول فيه تكنيكس وتطلع وأنا أنا أحب أن أعمل لما قدام شوية هاروح كمان لندن وهاروح لأن في مدرسة عظيمة في لندن يعني من أكبر مدرسة تمثيل في العالم فلا طبعاً وخلصت كل تقريباً كل الوراش في مصر ما فيش واحدة ما خلصتها وفضل لي واحدة بس وأنا بحب المذكرة أصلاً يعني أنا بديش خالص ما بحب عادة أرى كتاب ولخصه كتب تمثيل أرتكتير وأريد ستانسلافسكي، أسطلق أدلر، ليستراسبرج، مايزنر وأكثر واحد قريب مني كان مايزنر وأنا بحب أذكرهم ده بي خليكي تسعي مثلاً يا نهد أنك بتفكري فكرة العالمية أنك تشترك في حاج عمل عالمي أنا عندي بجي تنظر في موضع ده أنه إحنا وصلنا للعالمية بشغلنا مش وازم أبقى بمثل في فيلم أجنبي عشان أبقى عالمية لأنه بعد موقع ما هو شارك في مصابقة للمشاهدين المهرجان كان ده ده في حد ذاته تبقى عالمية ست سبعة تمانية جاب إرادات حلوة جداً في فرنسا ممكن أكتر ما جاب من مصر وأنا أول حد أعجب بي كان واحدة فرنساوية في الشارع قبل ما نستعرفت هنا في مصر فكان بالنسبي دي حاجة ده شيء عظيم فأنا الممكن أصل للعالمية جداً من خلال شغلي زيقولوا ابن الوز عوام وأنت كمان من أسرة فنية كبيرة ما حاولتش تعتمدي على الأسماء اللي فعلتك أو أسرتك أنت حاولت أن أنت تكوني ناهد بنفسك الفنانة الإنسانة كلمينا مرضو عن كرهال كان دفد في صالحك يا ناهد أن أنت بتنتمي الأسرة فنية وستحاولي طول الوقت أنك تثبتي أن مش عشان أنا بنت كذا ده صعب جداً عايزة أقول لك هو أنه بيبقى مسؤولية كبيرة جداً وده كانت فيه أنا وأمي وأبويا أنه أنا مش هشتغل معيهم غيلاً ما حقق نفسي علشان ما يبقاش النس ممكن فأنا لقيت معظم وقت كده بتحاولي تثبتي أنا أريد أن نس تحبني من غير ما يبقوا أهل الفردين عليك وبعدين مهما أمي حاولت سنين تنتج لي طول عمرها أو أبويا يخرج لي طول عمره لو نس مش حباني مش هشتغل ملاش علاقة يعني حب الناس البني آدم ملوش علاقة خالص بمساعدة أمي لها وهي بتبقى مسؤولية ومش بس مسؤولية لأ أنت بتبقي شايلة وراكي تاريخ لازم تفضلي على نفس المكانة ما تقلليش عنها وفي ناصل الوقت عمرك ما توصلي لمكانتهم فهي حاجة صعبة مش حاجة سهلة شايف إيه اللي ممكن بتقينيك عليه في الفترة الجاية أنت بتحاولي تسعي تعملي إيه في السينما أو تبقي مختلفة عن جيلك من الشباب والله أنا بسعى أعمل أفلام كوميدي بقى يعني أنا عايز أعمل حاجة كوميدي جداً لأنه ده نوع مهم جداً الانترتيمت إحنا شغلانتنا الأفلام انترتيمت أنت بتعود دي تكراريين كتشتغلي تسيبي شغلك تسيبي كل حاجة وتريحي تناغي شوية تفرج على الأفلام تتبستي تتبسلي شوية بالضبط أو تنزلي تقطعي تيكت لفيلم أو كده أو تتفرج على مسلسطة أيام تبعي فأني سعمل حاجة كوميدي جداً قليلي بقى دبي أنا عايزة وننتي قدت عايزة تعملي شوبين وكده أكتر حاجة عجبتك في دبي إن انتي بتروحي تتسوقي واللهي فاضل لي يوم ومنزلتش ولا مرة جبت حاجة يعني انزلت جبت حاجة كده مرة جبت حاجة لمامتي بالصدفة لا مش بالصدفة كنت عايزة أأكل كنا نازلين قلت أنا عانزة بس جيب حاجة حاجة لماما بس وما عملتش تبيتش حاجة خالص لغاية دلوقتي خالص خالص نعم كنت على طول مبتاح داري المهرجات نهد إحنا بنودع 2015 ودخلين 2016 على المستوى الشخصي والمستوى الفني بتحلمي بإيه؟ أو نفسك تعملي إيه في الفترة لا مش عارفة لإيه مش حاسة 2015 لسه خلص حاسة نفضل كتير بس يعني أنا نفسي نفسي يوم الستات ينزل بقى نفسي يوم الستات ينزل بقى نفسي عايزة أقول حاجة مدام إلهام إنه أنا باحترم فيها جدا جدا حبها للسينما لأنه بجد هي بتحب السينما قوي والفيلم مش بتنتج فيلم بطلتها لوحدها خالص خالص فيلم عمل نجوم كتير صعب إنك تلاقيهم في فيلم واحد وهي حب السينما جدا ومش مستنية من وراها فلوس هي بتبتدي وهي عارفة إنها ممكن تخسر وعاي عارفة إنه الفيلم ده ممكن مجيبش إرادات قد اللي هي دفعته فيه وأنا حب حبها للسينما وحب حبها ليه لأنه هي الحمدل بتحبني جدا وأنا بحب أشتغل معها قوي فأنا باحترم ده فيها جدا لأنه هي فعلا مش مستنية حاجة هي بتعمل ده عشان السينما تقوم على رجليها وعملت ده في عز مكان كل المنتجين مش عايزين ينتجوا لأنه وهم معندهم حق هم ما فيش لأنه كانت ساعة الثورة وكده فصعب فمن بالك بقى بحد ما فيش سابقة انتج وهتعمل ده فأنا بشكرها جدا لأنه ده ده حب للسينما عظيم كويس انت جبت صورة الثورة حياتي بتفكري في الفترة اللي جاية نهد وخصوص ان احنا بنمر بفترة فيها الأعمال الفنية خدت شكل او اتجاه تاني انت بتفكري تقدمي حاجة لهذه النوعية ولا شايفة اني لسا نستنى فترة عشان نرصد او نتكلم على أحداث؟ بصي ملهاش علاقة انا ساعة الثورة ومشاركتي في الثورة كانت ببعض الموقع وبالثمانتاشر يوم ودي شغلتي انا مش انا مش همعرف ولا اعرف اكتب مقالات عن السياسة والتي بيحصل فيها ولا اعرف اشارك في مظاهرات فهما قصد ايه اعرف اقول رائي اللي انا مقتنع بيه او حتى اواجه اواردي الرائي التاندي اللي انا مش مقتنع بيه من خلال دور اعمله فهما قصد ايه فده كان بالنسبة اللي بقاننا موقعه بالنسبة لثمانتاشر يوم بس نهيد بتفكري فترة اللي جاية ممكن كفننة بش في فن انتاجه لتقديم البرامج لتغيير حاجات تانية المصر شغلهم غير كفننة انتي بتفكري تقدمي برامج تقدم ايه او اغر غير فنة او شبرافتك كبانا انا عرفش يعني ممكن اعمل اعلانات بس انا اقدم برنامج اصلا شغلة مزيعة صعبة جدا جدا يعني ما عرفش ما عرفش مش عارف ممكن اعمل مش عارف لا يعني اعمل ده اعمل ده بي casual ده اعمل ده اعمل ده او ب forgiven dónde اعطيت انت اوري طلع كويس ف اambخيرين اعمل ده اعمل ده اعمل ده اه اعمل ده اه اعمل ده باذا اعمل ده اعمل ده اعمل ده اعمل النجمة الجميلة نهاية السبعة نحن نشكرك ونقولك دايما منورة ودايما نشوفك على طول كتف المهرجانات فانانين الشباب نحن محتاجين أنهم يكونوا مصرين لمصر في أي محافلة فانية والدولية بإذن الله إن شاء الله كل شكرا